اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات الدبلوم الصناعي نظام التلات سنوات قسم الزخرفة والاعلان ان شاء الله النهاردة حلقة مراجعة نهائية شاملة لمادة تكنولوجيا الخامات الامتحان هو اليوم اللي الطالب بيقدر يحصد فيه نتيجة مجهوده وتعبه طول السنة قبل ما نبتدي نشرح اسئلة الخامات احنا ان شاء الله هنقول اسئلة تشمل جميع جوانب المنهج هنقدر نتكلم فيها عن كل حاجة باكتر من طريقة مختلفة قبل ما ابتدي في المراجعة بتاعتي عايزة اتكلم في نقطة مهمة ازاي اتعامل مع ورقة الامتحان اولا الاسئلة بتاعتنا بنسبة كبيرة جدا هتكون اغلب الامتحان اسئلة موضوعية اسئلة موضوعية يعني اختيار من بين الاقواس يعني صح وغلط يعني اكمل يعني علل يعني اختار كلها حاجات بسيطة ان شاء الله في ظاهرها ولكن انا بسميها السهلة الممتنع يعني ما تبصش لسؤال الصح والغلط او لسؤال النقط على انه سؤال سهل اقدر اعمل فيه اي حاجة واخد درجة لا هو سؤال بسيط وسهل ولكن محتاج ان انت تكون فاهم قبل ما ابتدي اشرح المراجعة بتاعتنا عايز اقولك على مجموعة نقط اولا خليك دايما متفائل دايما دور في ورقة الاجابة في ورقة الاجابة على اللي تعرفه ومش على اللي ما تعرفوش يعني انا لما افتح ورقة الاجابة الاقي سؤال معرفوش ما ابتديش اركز على اللي انا مش متذكره لان انت ان شاء الله لما هتبتدي تشتغل في اللي انت فاكره هتلاقي اللي انت ما كنتش فاكره بدأ يتوارد لزهنك وتقدر تحله كمان بمنتهى السهولة هنبتدي نحل نحل كل اللي نعرفه الاول نبتدي نفكر كويس واحنا بنجاوب ما تستسهلش ابدا تقول ان انا مش فاكر او ما ذكرتش او معرفش فيه جزء كبير من معلومات ممكن تكون مرت عليك حتى لو انت ما راجعتهاش للك الامتحان سهل جدا لو ركزت شوية ان انت تتذكرها اذا احترت في اجابة سؤال ممكن تعمل حل اخر ولكن ما تعملش حل اخر الا اذا كنت فعلا متشكت ترتيب ورقة الاجابة يكون كويس الخط بتاعك يكون كويس فيه نقطة مهمة جدا 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 عندي فيه الخمات الخمات مادة حفظ مادة بتعتمد على الحفظ ولكن حفظ بدون فهم يبقى اللي هتحفظه النهاردة ممكن تنساه بسهولة جدا بعد ساعة او ساعتين الحفظ يعتمد على الفهم احفظ وانت فاهم انت بتحفظ ايه بمعنى انا طبعا هنا مش بتكلم احنا النهاردة مش هنذاكر احنا النهاردة هنراجع المعلومة بتاعتنا وانت بتراجع المعلومة راجعها بفهم ايه معنى ان انا رجعها بفهم يعني ما احفظش المعلومة على ساجيتها او على طبيعتها زي ما هي جايا لي في المراجعة يعني السؤال الواحد يحتمل انه يكون صح وغلط يحتمل انه يكون اكمل يحتمل انه يكون اختار من بين الاقواس يحتمل انه يكون علل يحتمل انه يكون اسكر المصطلح يعني ايه اللي انا بقوله ده يعني معلومة واحدة طالما انت فهمتها لو جاتلك في الامتحان باي صورة من الخمس صور المختلفة دول او الصورة السادسة اللي هي صورة سؤال المقال هتقدر تجاوبه يعني إذا أنا عارف أن الجير أربع أو أربع أنواع وعارف كل نوع عبارة عن إيه وعارف كل نوع الدرجات الحرارة اللي بيحرق عندها أو كيف بيطفق أو درجة سرعة جفافه أو كذا إذا المعلومة موجودة عندي جبهالي في صح وغلط هجاوب جبهالي أكمل جبهالي بين الأقواس جبهالي علل جبهالي أشرح هقدر أجاوبها يبقى أنت ذاكر المعلومة ذاكر المراجعة النهاردة خد المعلومات اللي فيها بفهم عشان لو السيقة تغيرت والمعلومة موجودة في دماغك هتقدر تجاوب خلينا بقى نشوف مع بعض كده المراجعة بتاعتنا وهنبتدي بأسئلة المقال السؤال الأول في المراجعة النهائية بتاعتنا في أسئلة المقال أنا عندي بيقول أذكر ما تعرفه عن راتنجات الألقايد الخالية من الزيوت من حيث الخواص والاستخدام راتنجات الألقايد الخالية من الزيوت من حيث الخواص والاستخدام طبعا لازم نقرأ السؤال كويس علشان لما نجاوب نجاوب إجابة سليمة خصائصها من عيوبها هو مديني أول حاجة من خصائصها عيب أول عيب من عيوبها رضاءة الإنسيابية يعني فيه شوية تكتل أثناء استخدامها يخفف بالأسيتون أو التنر اعرف المعلومة دي لأن زي ما قلتلك ممكن تجيلك بشكل تاني يخفف بإيه بالأسيتون أو التنر يمتاز عن ورنيش السليلوز والجملكة بعدم احتياجه للخدمة يعني هو بيلمع لوحده مش محتاج أنه أنا أعمله عملية الخدمة عشان يبدأ فيه اللمعين النقطة 4 مرتبطة بالنقطة 3 لمعة عالية جدا لا تحتاج لتعدد الأوجه يعني هو بيديني النتيجة اللي أنا محتاجها في درجة اللمعين بدون ما أعمل عدد أوجه كتير وده بيوفر لي في الدهان استخدامه في بيات السلاجات وأجهزة التبريد المختلفة السؤال التاني وضح خصائص واستخدامات دهان الإيبوكسي الذي يخفف بالماء خصائص والاستخدام له قوة التصاق عالية قوة الالتصاق العالية دي بتخليني أقدر أثبته أو أدهنه على أي أسطح ملساء زي إيه؟ زي الألمونيوم يبقى لما يجي يقول لي علل ليه بعمله على الألمونيوم لأنه قوة التصاقه عالية حتى على الأسطح النعمة أو الملساء يقاوم الكيمويات ويقاوم الاحتكاك يستخدم مع الملمين طبعا هنشوف في كل الخمات اللي احنا بنستخدمها أن احنا نقدر نخلط خمتين كل واحدة فيها مميزات عشان نعمل مادة جديدة تجمع بين المميزات يستخدم مع الملمين في بيات الأفران شفاف مرن زو صلادة الصلادة هي قوة الخدش أو الجرح يمتاز بقدرته على الاتصاق بالاسبستوس يعدل بالقار يعني يحور أو يتم تعديله بالقار ليقاوم تصرب المياه لأن القار زي ما احنا عارفين درجة عزله للمياه درجة عالية يخلط بالرمل والكوارتز للحصول على سمك عالي لدهان أرضيات مصانع الكيمويات أرضية معرضة للاحتكاك مصنع كيمويات يبقى أنا محتاج أرضية قوية فبخلطه بالرمل والكوارتز عشان يديني السمك العالي يستخدم في صناعة البرايمرات اللازمة لحماية المنشآت المعدنية وبوادئ دهانات السيارات والتلاجات يعني الدهانات الأساسية اللي بدهن بيها هذه الأسطح ما هي أهم مجالات استخدام الرش الساخن؟ قبل ما نجاوب على مجالات استخدام الرش الساخن افتكر معايا هو رش بيكون نسبة المواد الصلبة فيه عالية بيتم رفع درجة حرارته لما بترتفع درجة حرارته الدهان بيسيل بدون استخدام كمية مزيبات كتيرة وده بيديني مميزات كتيرة في الرش الساخن يستخدم في دهان المشغولات التي تتطلب طبقة واقية صلبة لا تتأثر بالعوامل الجوية أدوات وأساس المطبخ والمستشفيات لعب الأطفال الدهانات الداخلية وممكن الخارجية العربات السكك الحديدية وسيارات الأوتوبيس لأنها طبعا معرضة لعوامل الجوية شديدة دهانات السفن البحرية في بعض أجزائها يعني هو مش بيصلح لدهان جميع أجزاء السفينة أنا ممكن أستخدمه في أجزاء معينة لكن مثلا الغاطس ده ليه دهانات خاصة به لوحده السؤال الرابع ما هي خواص خلات السليلوز عائلة السليلوز مكونة من أربع أنواع كلها مشتقة من السليلوز بإضافة بعض المواد الأخرى منها خلات السليلوز خلات السليلوز مسحوق أبيض اللون عديم الطعم والرائحة خلينا فكرك تاني دي معلومة هي جاية لي هنا في صورة سؤال مقال وارد جدا نفس المعلومة تجي لي أكمل أو تجي لي صح وغلط أو تجي لي أخطار هيقول لي خلات السليلوز عبارة عن مسحوق نقط هقول له أبيض اللون عديم الطعم وعديم الرائحة يبقى هي المعلومة هنا ثبتت في دماغي لا تماسل في الشكل السليلوز المستخدم في تحضرها السليلوز بيبقى عبارة عن شعيرات أو قشور هي مختلفة في الشكل تنصهر بالحرارة درجة تنصهرها من السبتة محدودة ما بين 235 إلى 250 طبعا الأرقام وارد جدا أنها تجي لي في الأسئلة الموضوعية أقل قابلية للاشتعال ومقاومة للرطوبة أقل قابلية للاشتعال دي ميزة ما بتشتعلش أقل مقاومة للرطوبة دعيب أنها بتتأثر بالرطوبة بشكل أكبر عن النيترو سليلوز أو نطرات السليلوز السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما هي مكونات دهان اللاقر الساتر مش الشفاف الأسود مكونات يبقى هقول المكونات ما نجيش نقول أنا مش متذكر النسب فأنا مش هجاوب لأ أنا أكتب المكونات وإذا المكونات عليها درجة والنسب عليها درجة إذا تذكرت اللي اتنين يبقى بها ونعم ويبقى أحسن حاجة عملتها لإني هاخد الدرجة بتاعتي كاملة إذا تذكرت المكونات بدون النسب برضو أجاوب وأكتب إلا أنا متذكره لإني إن شاء الله هاخد عليه درجة اللاقر الساتر الأسود يتكون من جزئين من ورنيش اللاقر اللاقر الطبيعي جزء واحد من التربنتين كمخفف جزء واحد من أسود الهباب اللي هو كربون الدخان جزء واحد من القار الأسود اللي هو أسفلت زيت البترول بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول لي أذكر دلالة الحروف الآتية في تحديد جودة الحرير المستخدم في الطباعة طبعا الحرير المستخدم في الطباعة بالشاشة الحريرية الكسكرين عندي أربع درجات إحنا عارفين أنا هساعدكم عشان تحفظوها بشكل أسهل شوية عندنا في المقاسات في سمول وفي ميديم وفي إكس لارج طبعا إحنا هنا هنحاول نفتكر إن الإس هنا اللي بفكرنا بسمول أو صغير بيديني درجة خفيفة من التحمل يعني الجودة بتاعته بتكون أقل شوية التي هنا درجة عادية ده عادي الأم الميديم متوسط درجة متوسطة إبقى خلينا بفكرين إن أم ميديم متوسط درجة متوسطة الـ HD خدمة شقة جاي من هارد هارد خدمة شقة فده بيتحمل عملية الطباعة لأن عملية الطباعة طبعا إحنا عارفين إنه بيبقى فيها شد للشابلونة أكتر من مرة ما هي مميزات وعيوب تيمبرا البيض المميزات لونه ما بيصفرش لا يصفر اللون ولا يغمأ بمرور الوقت ولكن الألوان بتفضل زهية وكل ما تجف أكتر تزداد زهاوة وتبقى أكثر ابتهاجاً وبتبقى ألوان أجمل يبقى كل ما بتجف بتزداد جمالاً تعطي ألوان سبتة لا تزوب بسهولة في الماء مع تقدمها يبقى كل ما بتتقدم بتبقى أزهى وبتبقى درجة مقاومتها للرطوبة أو للمية أعلى عيوبها إيه بقى؟ عيوبها بما إنها مادة طبيعية فبتتلف بسرعة ما أقدرش أعمل كمية لو أنا هشتغل أسبوع ما أقدرش أعمل كمية تكفيني أسبوع لأن تاني أو تالت يوم هلاقيها تلفت فبالتالي لازم أقدر أعملها أو أنا مضطرة أعملها كل مرة قبل كل جلسة وده طبعاً بياخد مني مجهود ووقت تاني حاجة ودي نقطة بتيجي كتير في الأسئلة تحتاج لعناية كبيرة في التنفيذ أعلل لأن أخطأها من الصعب تعدلها إذا عملت حاجة غلط صعب جداً إن أنا أقدر أصل لها مزاي التصوير الزيتي أقدر أعدل وأقدر أغير في الألوان بتاعتي إذا في عندي غلطة لكن هنا في التمرة العملية بتبقى أصعب كتير وضح صحة أو خطأ العبارات الآتية اتنقلنا للسؤال اللي كلكم بتحبوه بس زي ما قلت لكم زي ما بتحبوه هو زي ما بيديكم ممكن ياخد منكم يبقى سؤال محتاج تركيز محتاج إن أنا أجاوبه بعناية وفي نقطة مهمة جداً في أسئلة الصحة والغلط عايزة ألفت نظركم لها إيه هي؟ كلمة لا أو كلمة ألا يعني إيه يا مثل نقطة اللي أنت بتتكلمي فيها دي إيه أهمية كلمة لا أو كلمة ألا في سؤال الصحة والغلط تاني النقطة دي مهمة جداً في أسئلة الصحة والغلط إيه الأهمية بتاعتها؟ كلمة لا وكلمة ألا طب إيه أهميتهم؟ أهميتهم إن أنا بتديك معلومة صحيحة سليمة 100% إنت متعود عليها قردتها وسمعتها قبل كده أكتر من مرة وقوم كتبالك جنبها لا أو ألا إنت تخفى الكلمة لا أو كلمة ألا وما تاخدش بالك منها فللأسف الشديد تكتب إن الإجابة صحيحة وهي إجابة خاطئة رغم أن المعلومة كلها صحيحة لكن بس فيها كلمة إيه؟ لا يعني مثلاً يجب ألا تكون الأسطح التي يطبق عليها الدهان نظيفة وخالية من الشحوم وكذا وكذا هي يجب مش لا يجب إنت ما بتشوفش كلمة لا بتجاوب على هذا الأساس يبقى نحذر من كلمة لا وكلمة ألا في سؤال الصح والغلط خلينا نشوف مع بعض عندنا جايبالكم كم كبير من أسئلة الصح والغلط عشان زي ما اتفقنا هي مجرد معلومات أنا بحفظها وأقدر استخدمها حتى لو جات لي بشكل تاني السؤال الأول بيقول لي يتم تخفيف راتنجات الألقايد الخالية من الزيوت بالماء إحنا لسه أريين إنها ما بتخففش بالماء يبقى الإجابة خاطئة لا تمتزج اليوريا فورمالدهايد مع أغلب أوساط البوية ولكن تمتزج معها بإضافة البنزين طبعاً جملة خاطئة ثلاثة من خصائص مكونات بوية الرش الساخن رش ساخن في حرارة أن تكون مزيبتها سريعة الاشتعال والتطاير لازم نعرف أن سرعة الاشتعال مرتبطة بسرعة التطاير والاتنين يؤدوا إلى حدوث اشتعال للسائل وطبعاً ده مش مطلوب في ديهان حراري تبقى جملة جملة خاطئة يفضل استخدام اللاكر الشفاف على الأخشاب الصلبة وفوق قطع الأساس المزخرفة بشكل بارز طبعاً جملة صحيحة يتميز نسيج النيلون أحادي الخيوط بانعدام المرونة هو هنا كلمة انعدام لغت أن المعلومة بقت معلومة صحيحة يبقى هو لو شلنا كلمة انعدام وقلنا المرونة وقدر على الشد تبقى معلومة صحيحة لكن لما قلنا كلمة انعدام يبقى أن نفاة صحة العبارة أصبحت العبارة عبارة خاطئة من خصائص البندر المادة اللاسقة المستخدمة في عجينة البجمنت المستخدمة في اتباعة على الأقمشة أنه يتفاعل مع المواد الكيميائية الداخلة في عجينة اتباعة هو بيتفاعل؟ لا طبعاً ما بيتفاعلش يبقى الإجابة أو العبارة خاطئة يستخدم حمض الكابريتيك في تكفيف الغازات بيمتص الغازات جابة جملة صحيحة يتم تصنيع الزجاج على ثلاث مراحل فقط يبقى الإجابة أو الجملة خاطئة الجير الحي ناتج من حرق الأحجار الجيرية عند درجة من 950 إلى 1050 هذه معلومة ممكن يجيبها لي أكمل أو اختار جير الحي ناتج من حرق الأحجار الجيرية عند درجة كام من 950 إلى 1050 وطبعاً الجملة جملة صحيحة يراعى في المادة اللاصقة للمكت أن تنتج رائحة عند ملمساتها للمكت طبعاً حتى لو أنا مش مذاكر هي جملة غير منطقية يعني أكيد أنا مش جايب مكت في بيتي ألزأوا بمادة عايزة يصدر منها روائح يبقى الجملة طبعاً جملة خاطئة كلما زاد الوزن الجزئي لراتنجات الإيبوكسي زادت اللزوجة اللزوجة اللي هي القوام بتاعها جملة صحيحة كلما زاد الوزن الجزئي للإيبوكسي زادت اللزوجة جملة صحيحة لا يتحمل راتنج السيليكون درجات الحرارة العالية طبعاً اللي مذاكر أو اللي بيسمع عن السيليكون حتى كمعلومة عامة هيعرف ان الجملة خاطئة لان السيليكون من اكتر الروتنجات الموجودة التي تتحمل درجات الحرارة العالية جدا جدا راتنج السيليكون اكتر دهان بيستخدم في الدهانات المقاومة للحرارة يبقى العبارة خاطئة 13 تستخدم المخضبات الملونات غير الحقيقية زي ابيض الباريتة في البطانات زي الكفاف الحراري فقط جملة صحيحة في حرير الشاب لونة احنا بس عايزين نقول نقطة على المخضبات الحقيقية وغير الحقيقية قبل ما ننتقل من النقطة دي كلمة مخضب حقيقي مخضب له القدرة الحقيقية على تغيير لون البوية المخضب غير الحقيقي بيدي قوام ولكن لا يغير لون البوية دي النقطة اللي احنا حبيين نقولها يعني ايه مخضب حقيقي يعني ايه مخضب غير حقيقي يعني مثلا حاجة لونها ابيض زي اللي اسبداج هو لونه قدام عيني ابيض هل لو انا اضفته للبوية هيديني لون ابيض لا هيتحول لمادة شبه شفافة يدي قوام ولكن لا يعطي لون ده كده يبقى ملون حقيقي مخضب حقيقي لا طبعا ده كده مخضب غير حقيقي فهمنا الفرق بين المخضب الحقيقي وغير الحقيقي نرجع تاني لأسئلتنا السؤال اللي بعد كده بيقول لي في حرير الشابلونة يجب ألا تتعامد خطوط السدى واللحمة طبعا الجملة خاطئة خطوط السدى واللحمة لازم تتعامد عشان عمد لان لو ما تعمدتش هتسد المسام واللون مش هينزل على السطح لازم تكون متعمدة يعني عدلة عدلتها زي عدلة الاطار يبقى الجملة دي جملة خاطئة هنا نيجي بقى للنقطة اللي انا قلتها لك بص هنا بيقول لي ايه في حرير الشابلونة يجب أن تتعامد خطوط السدى واللحمة شوف لو انت مخدتش بالك من الكلمة الصغيرة قوي اللي هي كلمة لدي يبقى انت هتجاوب غلط لانك شوفت المعلومة اللي انت متعود عليها انت متعود ان حرير الشابلونة يجب أن تتعامد خيوط السدى واللحمة خدتش بالك من كلمة لا كوبت غلط وخسرت درجة او درقتين وده اللي احنا مش عايزينه احنا الامتحان بالنسبة لنا غرفة الكنز اللي احنا عايزين ناخد منها على قد ما نقدر من الدرجات عشان نطلع باكبر قدر ممكن من المجموع وان شاء الله بإذن الله السنة الجاية تكونوا في الجامعة بإذن الله السؤال اللي بعد كده يبقى السؤال 14 في حرير الشابلونة يجب أن لا كلمة لا هنا حولت الجملة من جملة صحيحة إلى جملة خاطئة تمبرى صفار البيض لا تحتاج لعناية كبيرة في التنفيذ ده اللي احنا لسا قيلينه برضو لا هنا كلمة لا هي الفايصل اللي حولت جملة هي بتحتاج يبقى كلمة لا هي اللي حولت الجملة إلى جملة خاطئة خلات السيلولوز مصحوق أحمر اللون له طعم ورائحة للسؤالين إنها أبيض وإنها ليس لها طعم وليس لها رائحة يبقى الجملة خاطئة يخلط الرمل بالكوارتز للحصول على سمك عالي لديهان أرضيات المصنع مصانع الكيمويات دي احنا لسا قيلينها طبعا جملة صحيحة تتساوى راتنجات اليوريا والملامين في مقاومة التلف والخدش عند اتحادها مع الألقايد يعني الألقايد بيخلي اليوريا والملامين تزداد المقاومة بتاعتها للتلف والخدش أو التجريح لما بيتحد معها الجملة جملة صحيحة تخفف راتنجات الألقايد الخالي من الزيوت بالطلوين والزيلين طبعا إحنا نستقرين الجملة وطبعا جملة خاطئة يستخدم راتنجة الدمار بيسموه الدامر أو الدمر مع نطرات السليلوز بعد تنقيته من الشموع لازم ينقى من الشموع عشان دي بتعوق عملية التصاق الدهانات على الأسطح هل يتم استخدام راتنجة دمعا نطرات السليلوز بعد تنقيته من الشموع الجملة جملة صحيحة من الحروف التي تدل على جودة الحرير حرف T نفتكر كده وإحنا بنراجع قلنا أن S الصغير أو الأقل جودة M الميديا المتوسط الجودة H الهارد القوي T كان إيه العادي هل هو يرمز للدرجة المتوسطة؟ لا بيرمز للدرجة العادية تبقى الجملة جملة خاطئة يمتاز خشب الزين بقوة تحمله وسهولة تشكيله واندماج اليافه وخلوه من العقد طبعا لو إحنا عندنا معلومة عامة في الحياة عارفين إن خشب الزين من أجود أنواع الخشب فالعبارة عبارة صحيحة يتكون الرخام من سخور جيرية تعرضت لدرجات حرارة عالية وضغط منخفض الجملة جملة صحيحة الرخام كان في الأساس سخور جيرية تعرضت لدرجات حرارة عالية طبعا لسنين طويلة وضغط منخفض فتحولت إلى الرخام خلات السليلوز جملة 24 خلات السليلوز أكثر قابلية للاشتعال عن النيترو سليلوز ده عكس اللي إحنا لسه أريينه طبعا العبارة عبارة خاطئة البندر البندر شديد المرونة والمطاطية وقوة التساقه عالية طبعا جملة صحيحة حرير الشبلونة يجب أن يقاوم الاحتكاك ولا يتأثر بالرطوبة جملة صحيحة الرش الساخن يعطي سطح خشن خالي من الإحمرار طبعا الجملة دي جملة خاطئة لأن الرش الساخن بيديني جودة سطح أعلى من جودة سطح الدهان العادي 28 تمتاز الطلاقات المصنعة من راتنجات اليوريا بانخفاض سعرها عن الملامين الجملة صحيحة المتخنات أو المستحلبات أو المواد اللي بتضاف للبوية لزيادة قوامها عبارة عن محاليل غروية طبعا هي بتختلف من نوع دهان للتاني هي محاليل غروية خاملة يعني ما بتتفاعلش مع الدهان ذات لزوجة عالية عشان تدي قوام دي المتخنات صح طبعا اللاكر الخام الخام خلينا هنا نركز انت عارف ان اللاكر اللي جاي من الشجرة لونه رمادي سقيل القوام ده الخام اللي أنا ما عملت لهش أي تعرض لأي نوع من العوامل هنا بيقول اللاكر الخام يتغير لونه عند تعرضه للهواء يبقى هو أنا ما بيقوليش الخام بس بيقولي اللي تعرض للهواء يتحول إلى بني مصفر ثم إلى أسود جملة جملة صحيحة يبقى هو رمادي في الأصل تعرض للهواء يتحول من الرمادي للبني المصفر ثم يتحول إلى الأسود جملة صحيحة تزوب راتنجات الإيبوكسي غير المحور في الإسترات والكيتونات الإجابة إجابة صحيحة البراكس مصحوق أحمر بطيء الزوبان في الماء طبعا العبارة عبارة خاطئة البراكس مصحوق أحمر بطيء الزوبان في الماء طبعا غلط الإيبوكسي الذي يخفف بالماء يقاوم الكيمويات والاحتكاك والتآكل طبعا دي عبارة إحنا خدناها وشفناها وإحنا بنقول مواصفات الإيبوكسي فطبعا هي عبارة صحيحة ننتقل لنوع تاني من الأسئلة وهو أسئلة أكمل أهم الراتنجات المصنعة المستخدمة مع نطرات السليلوز كتلاءات هي راتنجات الألقايد يبقى لما باجي أعد للسليلوز وهو راتنجة من أصل طبيعي بضف له أنواع مختلفة كتير جدا من الراتنجات أحسن راتنجات بتديني نتيجة هي راتنجات الألقايد رقم اتنين يشترط في عجينة التحشية أن تكون نقط عجينة التحشية عجينة التحشية أن تكون نقط الجفاف نقط الجفاف ما عنديش هنا في النقط دي غير اختيارين يا سريعة يا بطيئة يعني أو متوسطة خليهم ثلاث اختيارات تكون نقط الجفاف نقط وجيدة نقط خلينا نشوف الإجابة مع بعض يشترط في عجينة التحشية أن تكون سريعة الجفاف يبقى احنا عرفنا أنها سريعة لايه؟ الجفاف وصلبة وجيدة ايه؟ جيدة الالتصاق بالسطح اليوريا فورمالدهايد تزيد درجة نقط طبعا اليوريا فورمالدهايد يعني راتنجات اليوريا فورمالدهايد تزيد درجة نقط عند زوابانها مع نقط تزيد درجة نقط اللي هي ايه؟ الامتزاج أنا حتى لو فكرت في الجملة وانا مش خافز يبقى هي بتزيد درجة ايه لما بتدوب مع حاجة تانية؟ بتزيد درجة امتزاجها او اختلطها عند زوابانها مع الكحول البيوتالي الكحول البيوتالي تعرف المساحيق البراقة ودي بتيجي كل سنة في الامتحان المساحيق البراقة درس سهل ولطيف يعني كل الخمات الزخرافة على الاقمشة خمات لطيفة ومذاكرتها سهلة والدرس ده ودرس التمبرا والإفريسكو درسين سهل جدا مذاكرتهم ولازم بيجي منهم اسئلة في الامتحان تعرف المساحيق البراقة باسم نقط لصغر نقط وشدة نقط طبعا جملة سهلة جدا مساحيق البراقة اسمها كسر الألماظ ودي بتيجي صحة وغلط بتيجي أكمل بتيجي اختار لازم نذكرها كويس هي وكل المنهج طبعا كسر ألماظ لصغر ايه حجمها صغيرة جدا وشدة برقة من اسمها كسر ألماظ كسر يعني صغيرة وألماظ يعني بتلمع الروتنجات الأمينية تقلل زمن نقط لما حط راتنجات أمينية على البوية بتقلل زمن نقط داخل الفرن وتزيد من نقط السطح يعني راتنجات الأمينية بتقلل من زمن الانضاج يعني بدل ما المشغولة تقعد في الفرن ساعة هتقعد مثلا أربعين دقيقة يبقى زمن النطج أو التسوية داخل الفرن وبتزيد من صلادة السطح وقلنا الصلادة هي مقاومة الخدش تتكون البيات السلولوزية هنا بيسألك عن مكونات البيات السلولوزية عايزة توقف هنا عند نقطة مهمة الخمات زي ما فيها اختلافات فيها حاجات متشابهة زي إيه؟ كلمة مكونات البوية صحيح مكونات البوية مش متطبقة ولكن أغلب البيات هتلاقي فيها المكونات اللي إحنا هنقولها دي يعني لو جات لك بوية السنستك لو جات لك الدهان السليكوني لو جات لك أي دهان هتلاقي فيه عوامل مشتركة ما بين جميع أنواع الدهانات اللي هي إيه؟ كل الدهانات فيها مضة ربطة فيها مخضبات إلا الورنيشات لأنها بتبقى شفافة وبس ممكن كمان يكون ورنيش شفاف ومعها ملون برضو شفاف المزيبات وبرضو بعض أنواع الدهانات مفيهاش مزيبات هنتكلم عنها بعد كده يعني ممكن دهان من غير مزيب أيوة بيسموه دهان بيسلته بالحرارة وبيستخدم فيه أصب الساخن المزيبات والمخففات والملدنات وممكن كلمة الملدنات دي نحط بدلها المواد المساعدة لأن الملدنات من المواد المساعدة يعني يا ميس أفهم من كده أن أنا في الامتحان إذا جات لي بوية غير بوية السليلوز وقال لي إيه مكوناتها وقلت أني فيها مضة ربطة قلت أني فيها ملونات قلت أني فيها مزيبات قلت أني فيها مواد مساعدة إجابتي في جميع البويات هتبقى إجابة صحيحة ده في المكونات الأساسية لكن هل مزيبات بوية السليلوز زي مزيبات بوية السنساتيك زي مزيبات بوية أي نوع تاني من أنواع البويات البلاستيك مثلا لا طبعا أكيد المعنى أو التفاصيل اللي جوه المكون بتختلف لكن من حيث الأساس أي بوية فيها مضة رابطة غالبا يكون فيها قاعدة إلا لو كانت بوية شفافة يكون فيها مخضبات حقيقية أو غير حقيقية يكون فيها مزيبات ومخففات يكون فيها مواد مساعدة لتحسين خوصها يبقى دي معلومة من المعلومات اللي مهم نفتكرها عشان ما جيش في الامتحان أقول ده أنا ذكرت مكونات بوية كذا وما ذكرتش بوية كذا لا أنت عندك مكونات أساسية موجودة في أغلب البويات الموجودة عندك في المنهج السندي نرجع للأسئلة بتاعتنا يبقى احنا كده هنجاوب على بوية السليلوز هنقول بتتكون من المادة الرابطة والمخضبات والمزيبات والمخففات والملدنات أو المواد المساعدة تستخدم راتنجات الألقايد ملامين فورملدهايد يعني مزيج الألقايد مع الملامين فورملدهايد كدهان نقط وفي الطلاقات نقط تستخدم كدهان تشتيب يعني في الأوجه الأخيرة وفي الطلاقات المجعدة طلاقات المجعدة اللي أنا ببقى قاصد أنها تكون مجعدة تمتاز السؤال الرقم 8 تمتاز رتنجات التفلن بمقاومتها للتأثيرات نقاط والحرارة غالباً كلمة التأثيرات دي بيجي بعدها كيموية أو جوية تمتاز رتنجات التفلن بمقاومتها للتأثيرات الكيموية والحرارة السؤال رقم 9 يعتبر اللاقر الخام اللاقر الخام إحنا لسه بنقول الخام المستحلب اللي جاي من الشجرة نقاط القوام نقاط اللون احنا لسه قيلين سقيل القوام برافو عليكم فاكرين رمادي اللون عشرة المتخنات المستحلبة رخيصة نقط احنا لسه قيلين ان انا بضفها عشان تقلل من تكلفة البوية يبقى طبيعي ان هي تكون ايه السمن رخيصة السمن وسهلة الازالة ونقط المتخنات المستحلبة رخيصة السمن سهلة الازالة والغسيل نقطة رقم 11 يستخدم زيت التربنتين كمخفف للدهنات نقط ونقط طبعا لو انت مذاكر في اولى وفي تانية والسنة دي طبعا سمعت عن ايه الدهنات اللي بتخفف بزيت التربنتين الدهنات الزيتية والدهنات الورنيشية ودي معلومة قديمة خالص المفروض ان احنا عارفينها من زمان يستخدم الرخيم لعمل نقط ونقط 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 خليني انا ما ذكرتش النقطة دي او نستها طب اسأل نفسي كده انا في الحياة شفت الرخيم بيستخدم في صناعة ايه برافو عليكم سلالم البرامق بتاعت السلالم البرامق اللي هي القوائم الرأسية للسلم اللي ممكن تكون سادة او مزخرفة دي البرامق دي معنى كلمة برامق القوائم الرأسية في السلالم والاعمدة والتحف كل دي حاجات بتصنع من الرخام ودي معلومة عامة كلنا عارفينها النقطة رقم 13 الجير المائي والجير المائي هو الجير الذي له خاصية الجفاف او الشك تحت الماء ناتج من حرق الحجر نقط اسمه جير يبقى ناتج من حرق الحجر الايه الجيري بس احنا لو ركزنا شوية هنلاقي الامتحان كله سهل ولطيف وان شاء الله نحله كاملا ونجيب الدرجة انها ايه بس ما نكونش متسرعين ولا نستسهل ان احنا نحط اي اجابة وخلاص حرق الجير نقط حرق الحجر نقط المحتوي على نسبة عالية من نقط ونقط تكفي لانتاج سليكات نقط وسليكات نقط جير مائي المعلومة دي قلنا ممكن تجيني باكتر من شكل يعني فرضنا ان جيسا قالني ما هو الجير المائي هقول له الجير المائي هو ناتج من حرق الحجر الجيري في الاساس حجر جيري بس مش حجر جيري العادي ده حجر جيري محتوي على نسبة عالية من السليكة والالومينا بتكفي لانتاج سليكات الالومنيوم وسليكات الكالسيوم الالومين او الالومينا المهم ان هي فيها نسبة من مادة الالومين بتكفي لانتاج سليكات الالومنيوم وسليكات الكالسيوم يبقى نفتكر من الالومين عندنا كلمة الالومنيوم ومن الجير اللي هو اساسه الكالسيوم عندنا كلمة الكالسيوم يبقى جير فيه نسبة عالية من السيليكة والألومين تكفي لإنتاج سيليكات الألومنيوم والكالسيوم وهو في الأول مصنوع من الحجر الجيري سؤال رقم 14 السبغات التي تسبت بالمكوى على الأقمشة أكثر نقاط وأقل نقاط من تلك التي تسبت بالبخار وعند تطبيقها على نقاط يجب أن يكون القماش رقيقا السبغات التي تسبت بالمكوى أكثر كسافة تقيلة أكثر وأقل شفافية يعني ما بتبينش الحاجة أو السطح التي تحتها من تلك التي تسبت بالبخار يبقى هي أكثر كسافة وأقل شفافية النقطتين مرتبطين ببعض بما أن كسافتها أعلى فطبيعي شفافيتها هتبقى أقل وعند تطبيقها على نقاط يجب أن يكون القماش رقيقا عشان تتغلغ الجوة المسام تطبيقها على الحرير عند تطبيقها على الحرير يبقى السبغات التي تسبت بالمكوى تسبت على الحرير النقطة رقم 15 الزجاج هو مادة شفافة صلبة سهلة الكسر تصنع بصهر نقاط مع الصودة أو نقاط أو كلايهما بالإضافة مع نقاط الزجاج مادة شفافة صلبة سهلة الكسر تصنع بصهر الرمال كلنا عارفين أن المادة الأساسية في تصنيع الزجاج هي الرمل مع الصودة أو البوتاس الصودة والبوتاس مادتين قلوياتين على طول هتلاقيهم مرتبطين تواجدهم ببعض أو كلايهما ممكن واحدة وممكن الاتنين بالإضافة مع أكسيد الكالسيوم تصنف البوليمرات من حيث مصادرها إلى سلاسة أصناف رئيسية البوليمرات نقاط البوليمرات نقاط البوليمرات الطبيعية النقاط يبقى فيه جزء من إجابة موجود في قلب السؤال بوليمرات طبيعية طبيعية بس جاية من الطبيعة بوليمرات محضرة صناعيا يعني أنا اللي بجاهزها في المصنع بوليمرات طبيعية محضرة وهي مزيج من النوعين السابقين يبقى بالمنطق عندي بوليمرات جاية من الطبيعة عندي بوليمرات جاهزتها صناعي لما بحط الاتنين على بعض بيديني بوليمرات طبيعية ولكن محورة أو معدلة صناعية راتنجات اليوريا فورمال دهايد نقاط جدا فتصبح هشة زي ما اتفقنا لو أنا فكرت هحل بشكل أكثر دقة إيه الحاجة اللي بتخليه تزيد الصلابة الشديدة حتى الحكمة تقولك لا تكن صلبا فتكسر يبقى راتنجات اليوريا فورمال دهايد نقاط جداフتصبح حشة إن لم يضاف لها ملدنات يبقى أنا عشان أتجنب مشكلة الهشاشة النتج عن الصلابة الشديدة راتنجات اليوريا فورمال دهايد هشة هشة ليه؟ لأنها شديدة نقاط دقة الصلابة إن لم يضاف لها ملدنات مثل الإيه؟ الألقايد يبقى أنا بعالج الحتة دي بإضافة راتنج الألقايد اللي بيديني نسبة من المرونة تضاف مواد مساعدة لبوية السنسات الجفاف حراري مثل مساعدات نقط ونقط المواد المساعدة في كل أنواع البوية بتضاف لتحسين خواص البوية منها مساعدات الانتشار موانع الترسيب الملدنات موانع تكوين القشرة كل دي مواد بتضاف للبوية لتحسين خواصها زي مساعدات الانتشار أو بيسموها موانع الترسيب والملدنات اللي بتدي المرونة طلقات السلاجات تتميز بنقط اللون والاحتفاظ به كما يجب أن تكون مقاومة تماما للصبون ونقط طبعا التلاجات لحد مرحلة قريبة جدا كانت كلها بتدهن باللون الأبيض فطلقات التلاجات بتتميز ببيض اللون وبيض لا يتأثر لا يصفر يفضل البيض ناصع حتى النهاية يعني أبيض ويحتفظ بدرجة بيضه زي ما هي كما يجب أن تكون مقاومة تماما للصبون والشحون راتنجات الأكريليك والأكريليك ميلامين تعطي أفضل النتائج لهذه الطلقات أنهي طلقات طلقات التلاجات يعني أفضل حاجة لطلقات التلاجات راتنجات الأكريليك أو الأكريليك ميلامين بتديني أحسن نتيجة في دهان التلاجات تتعدد أساليب تطبيق بويات السنساتيك ذات الجفاف الحراري وأهمها الرش بمسدسات الرش نقط والغير هوائية طالما غير هوائية يبقى لقاب لها إيه؟ هوائية وطريقة الغمر للمشغولات الغمر طبيعي حاجة هغمرها يبقى حجمها إيه؟ صغير والرش الإلكتروستاتيكي والغمر نقط أساليب تطبيق بويات السنساتيك ذات الجفاف الحراري أهمها الرش بمسدسات الرش الهوائية والغير هوائية وطريقة الغمر غمر يعني بنزل المشغولة جوه أحواض عشان تاخد دهان من جميع الجهات زي الترانس بتاع اللمباط الفلورسينت طيب الغمر ده للمشغولات الايه؟ صغيرة الحجم الصغيرة والرش الإلكتروستاتيكي والغمر الإلكتروستاتيكي من أشهر مساعدات الانتشار وموانع نقاط للسائلين مساعدات الانتشار على طول تبقى موانع الترسيم للدهانات السيليكونية هي أصبان نقاط بينما يفضل استخدام الألقايد للسائلين الألقايد الألقايد إيه؟ أنهي نوع من الألقايد نقاط الزيت كملدن للدهانات السيليكونية هنا بنتكلم على المواد المساعدة للدهانات السيليكونية للسائلين في مواد مساعدة لبيت السانساتيك دلوقتي في مواد مساعدة لدهان السيليكون عرفنا أن كل بوية لها مواد مساعدة قدرنا كده نفهم أن كل البيات فيها عامل مشترك العامل المشترك ده هو من ضمنها يعني المواد المساعدة زي ما احنا شايفين فيه مواد مساعدة لدهان السليلوز فيه مواد مساعدة في دهان السنساتيك فيه مواد مساعدة في الدهانات السليكونية ايه هي المواد المساعدة لدهانات السليكونية؟ تعالوا نشوفها مع بعض من أشهر المساعدات الموجودة موانع الترسيب للدهانات السليكونية ومن أهمها مادة اسمها أصبان الألومنيوم بينما يفضل استخدام الألقايد قصير الزيت يبقى الملدن المستخدم في الدهنات السيليكونية هو الألقايد قصير الزيت نيجي هنا من أشهر الملدنات الطبيعية وركز لي على كلمة الطبيعية يعني الألقايد ملدن لكنه ملدن غير طبيعي من أشهر الملدنات الطبيعية المستخدمة في البيات السليلوزية دهنات السليلوز زيت نقط وزيت نقط نتكلم عن زيوت طبيعية برافو عليكم زيت الخروع وزيت الكفور من الملدنات الطبيعية لبوية السيلولز رقم 22 البيتومين ناتج سانوي من تقطير نقط كلمة تقطير دي غالبا بيكون بعدها كلمة البترول تحسن خواصه بالنفخ بالهواء مع نقط هنفخه بالهواء وهو مادة تقيلة زي ما احنا عارفين البيتومين أو القار مادة سقيلة يبقى أنا محتاجة علشان أنفخه وحاوله زي البلونة كده يبقى أنا محتاجة درجة ايه؟ حرارة ويسمى الناتج البيتومين الايه؟ أنا بعد ما نفخته بقى بيتومين ايه؟ البيتومين ناتج سانوي من تقطير البترول برافو عليكم تحسن خواصه بالنفخ بالهواء مع التسخين يبقى أنا عشان أنفخه لازم أسخنه عشان أقدر أتحكم فيه زي الزجاج كده زي عملية تصنيع الزجاج ويسمى الناتج البيتومين الايه؟ المنفخ طالما نفخته بقى اسمه بيتومين منفوغ هننتقل لنوع تاني من الأسئلة برضو بيجينا في الامتحان بشكل أكيد وكتير اختر من بين الأقواس وبرضو أنا هنا مش مهم عندي أنا باخد شكل السؤال إزاي مهم عندي المعلومة اللي هتدخل جوا دماغي مصحوق أبيض أو بلورات عديمة اللون أبيض أو عديم اللون سريع الزوبان في الماء سيليكون البراكس الكوبال برافو عليكم البراكس فاكرين السؤال التاني اللي كان بيقول البراكس مسحوق أحمر ولا يزوب في الماء لا احنا عرفنا أنه هو مسحوق أبيض وأنه هو سريع الزوبان في الماء الضوء الأحمر زائد الأخضر في عمليات التدخلات الضوئية بيساوي ضوء إيه أيوة برافو عليكم ضوء أصفر أحمر زائد أخضر يديني ضوء أصفر المصيص يعرف باسم جبس البياض ولا العادي ولا التشكيل المصيص يعرف باسم جبس البياض حتى كلنا بنستخدم المصيص في عملية البياض في الرش الساخن ترتفع نسبة المواد الصلبة إلى 33-25-44% عشان تفتكرها افتكر أنها التلت تلت الكمية يبقى كام؟ أيوة برافو عليكم 33% شاطرين في الحساب إن شاء الله تحلوا في المادة التخطيط كويس مادة هشة رقم 5 يمكن سحقها باليد مادة هشة أقدر أسحقها باليد القلافونية الإيه؟ القلافونية لتنفيذ اللاكر المشقق اللاكر المشقق بدي وجه من الديهان قبل تمام جفافه بدي وجه تاني الوجه اللي تحت عشان ينشف بيضطر يشقق الديهان اللي فوق منه الديهان اللي على الوش لازم يكون سهل سريع الجفاف وسهل التشقق تفتكروا ايه في دول ينطبق عليه صفة سرعة الجفاف وسهولة التشقق الزيت ولا النفط ولا الغرة برافو عليكم سمع حد بيقول الغرة حد شاطر حد مزاكر حد كمان بيشغل دماغه وبيفكر يستخلص من تكليس خيام الجبس تكليس هنقول دلوقتي عند درجة حرارة مناسبة لنزع جزء من الماء التكليس هو نزع المية مع رفع درجة الحرارة بيتحول الى كبريتات كالسيوم مين المادة دي؟ الجير السلطاني ولا الجبس الصناعي ولا جبس التشكيل الجبس الصناعي جبس الطبيعي في نسبة مية لما بنزعها بتتحول الى كبريتات كالسيوم وهي الجبس الصناعي المخضبات الحقيقية مثل ابيض البريتة اكسيد الزنك الكولين الشاطرين اللي كانوا مركزين معايا في الجزء اللي عاد ده من الحلقة عارفين ان ابيض البريتة مش من المخضبات الحقيقية والكولين ده من التناطي يبقى الاجابة هي اكسيد الزنك برافو عليكم تخفف الالكيدات الخالية من الزيوت بنقاط الالكيد الخالي من الزيوت المية احنا عارفين انها غلط الزيت تفتكره ايه يبقى المخفف السليم هو او الصحيح الاسيتون برافو عليكم الالكيد الخالي من الزيوت بيخفف بالاسيتون يشترط في عجينة التحشية ان تكون دي جملة قلناها قبل كده مين فاكر مين الشاطر اللي فاكر برافو عليكم تكون سريعة الجفاف الجبس الجير الكولين من انواع التناط لسه ايلين حالا برافو الكولين هو نوع من انواع التناط يستخدم لتثبيت الحلايا وتثبيت الزجاك في الاطارات بسبت وحدات زخرفية بسبت زجاك في اطارات من الجبس او اطارات من الخشب او اي نوع من الاطارات الجدارية انا محتاج معجون يكون معجون مرن ولا معجون يابس محتاج معجون يابس وده يدل على سرعة جفافه وتماسكه 13 هو نوع من الورق المغطى سطحه يبقى هو ورق ورق عادي مغطى سطحه بالطبقة خارجية ويتميز بدرجة تشتيب عالية عاملة كده زي ما يكون عندي نوع خشب رخيص اديته اشرى من خشب غالي هو كده بقى خشب طبيعي ولا نص طبيعي برافو عليكم ده كده اسم ورق نصف فني لانه هو في الاساس ورق وانا غطيته بطبقة الطبقة دي كويسة جدا فدتني نوع نصف فني نستخدم في صنع بلطات القشاني والسراميك مادة الدلوميت البازلت طينة اسوان المفروزة مفروزة يعني منقاه طبعا الاجابة السليمة هي طينة اسوان المفروزة التلوين سائل سقيل خفيف متوسط القوام اغلب السوائل سريعة التطاير بتكون خفيفة القوام متوسط فرد الكيلو متوسط فرد الكيلو للبيات الساخنة يعادل متوسط فرد الدهان العادي يعني الدهان الساخن يفرد متوسط فرد الكيلو يعني ايه يعني لو عندي 10 متر من الديهان الساخن وعندي 10 كيلو عفوا 10 كيلو من الديهان الساخن و10 كيلو من الديهان البارد 10 كيلو من الديهان الساخن يفرد 15 متر وال10 كيلو من الديهان البارد يفرد 10 متر ده معناه ايه نقول تاني انا عندي دهان قمت برفع درجة حرارته رفع درجة الحرارة بيديني ايه سيولة عالية ونسبة مخففات اقل في الحالة دي كمية الدهان مع التغطية العالية يعني هل معنى أنه متوسط فرده أعلى هيبقى شفاف؟ لا بيحتفظ بنفس قوة تغطيته اللي ممكن كمان تكون أحسن من الدهان العادي حد شاطر فاكر من اللي احنا قلناه مبرر لأن الدهان الساخن درجة تغطيته أعلى من الدهان العادي طبعا برافو عليكم اللي فاكرين إن عشان نسبة المواد الصلبة فيه بتوصل ل33% مزيبات قليلة نسبة مواد صلبة عالية درجة مرونة عالية مع رفع درجة الحرارة كان إيه ناتج ده كله؟ ناتج ده كله أنه متوسط فرد كيلو الدهان الساخن بيعادل مرة ونصف الدهان العادي يعني لو عندي 10 كيلو من الدهان الساخن تفرد 15 متر بينما العشرة كيلو بتوع الدهان العادي يفرده 10 متر يعني هو قوة الفرد بتاعته مرة ونصف قد الدهان العادي نرجع لأسئلتنا عندنا دلوقتي السؤال بتاعنا طبيعي هتعرفه بعد كده تجاوبوا عليه لأنه انتو خلاص عرفتوا المعلومة متوسط فرد الكيلو للبيات الساخنة يعادل متوسط فرد الدهان العادي مرة ونصف مرتين مرتين ونصف طبعا الإجابة الصحيحة هي مرة ونصف راتينجة تفلون يمتاز بمقاومة التأثيرات الكيموية دي قلناها قبل كده زي الأحماض والقلويات وبيقاوم درجات حرارة أعلى من يعني درجة تحمله للحرارة بتوصل لدرجة كام 800 900 400 برافو اللي مذاكرين 400 درجة مئوي راتينجة تفلون يقاوم التأثيرات الكيموية والأحماض والقلويات ويتحمل درجات حرارة لحد 400 درجة مئوي نستخدم في التشكيل بالصب الساخن تستخدم في التشكيل بالصب الساخن دون إضافة مذيبات ده نوع الدهان اللي كنا بنتكلم عنه بدون مذيبات خلات ولا إيسالات ولا بيوترات السليلوز إيسالات السليلوز أو إيسيل السليلوز بقدر أسخنه لأنه سهل الانصهار ببتدي أصبه في أوالب أعمل بيه تحف وأعمل بيه أشكال لأنه سهل الانصهار وسهل التجمد بعد كده عندي يشك الجير المائي المتوسط في فترة تتراوح من يومين إلى ست أيام ولا من ثلاث إلى أربع أيام ولا من ستة إلى تسع أيام يشك الجير المائي المتوسط في فترة تتراوح من برافو عليكم من ستة إلى تسعة أنا عندي السريع هو اللي من يومين إلى ستة أيام المتوسط من ستة إلى تسعة البطيء بيجف في فترة من تسعة إلى خمستاشر يوم يستخدم كمزيب لعجينة البيجمنت غيوعة سيابية للعجينة الأسيتون ولا الورنيش ولا الكيروسين عجينة البيجمنت المستخدمة على الأقمشة طبعا الإجابة الصحيحة هي الكيروسين عندي ناخد كده سؤالين سريعين في أسئلة أذكر المصطلح المادة الأساسية أذكر المصطلح يعني يقول إيه المعنى أذكر كلمة واحدة تعبر عن اللي أنا بقوله قول دوت بيعبر عن إيه أو إيه هي الحاجة المقصودة بالجملة اللي أنا بقولها جملة الأولى بتقول لي المادة الأساسية لتكوين أنسجة النبات والمكون الرئيسي للقطن طبعا هي مادة السليلوز محلية الغروية خاملة ذات لزوجة عالية اللي فاكر من أول كلمة مستحلبات أو محلية الغروية هي وسيط لحمل صبغات القماش برافو عليكم المتخنات حفر غائر في لوح النحاس وبحط على الأجزاء الغير مطلوب طباعتها مصحوق راتنجي ده اسمه الحفر المائي مصحيق تعرف باسم كسر الألماظ لسه أيلنها وقررناها وهي المصحيق البراقة نوع من الورق من ألياف الإسبارتو أو من الألياف الخشب الكيميائي بنسبة 70 وال30% مواد ملء طبعا ده أغلبه مادة من الطبيعة ده الورق الفني مش النصف فني بيستخدم أو بيسمى بروح الملح ويستخدم في لحام الزنك أو الصاج حامد المورياتيك بكده إحنا حاولنا إن إحنا نغطي أكبر قدر ممكن من مادة الخمات أتمنى لكم كل توفيق أتمنى إن شاء الله بإذن الله إن إنتوا تتفوقوا وتجيبوا أعلى المجميع وإن شاء الله السنة الجاية تكونوا في الجامعة زي ما كنا بنقول طول العام الدراسي اجتهدنا وطموحنا هو سر نجحنا عشان كده لازم نجتهد لأن لكل مجتهد نصيب كل ما هتجتهده هتدي في الامتحان من كامل طاقتك فبالتالي هتوصل للنتيجة اللي أنت عايزها ولكل مجتهد نصيب التوفيق إن شاء الله أشكركم